نش عارب فرحان بالبلد؟ إيه؟ فرحان بالبلد؟ فرحان بالبلد نفس بلدنا ترجع دي القوي ونحب بعضي هو ده اللي أنا عايز أنا عاوزك تعتبر نفسك دلوقتي في بيتك مصر البيت الكبير ده بيتك اللي نفسك فيه قوله اللي أنت عايز يقوله واعتبر عبد الرحمن ده ابن ديك وكل المصريين نا ابنه ودنايا وكل حاجة بالنسبان لو بخاف عليه من هو الطريق يعني على قد ما بأضربه ما تضربوش بقى؟ نفسك عبد الرحمن يعيش إزاي في مصر نفسك يطلع إيه لما يجبر بإذن الله يعني حسن ما يطلع بقى هو الظروفه بقى بقى طلع بقى مية مية الله يبرك له طلع وحش لا إن شاء الله يطلع راجل زي أبوه وأصيل زي أبوه الله يبرك لك انت نورت مصر البيت الكبير يا عم ربيع ودموعك دي غلية علينا قوي الله خليك وربنا يبرك فيك ويبرك في عبد الرحمن ومبروك عليك الكشك والكرسي وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن وبس لي عبد الرحمن ومسح دموعك إن شاء الله اللي جاي خير الله يبرك إن شاء الله نورت الدنيا من أهم ضيوفنا النهاردة عم ربيع المصري الأصيل اللي عنده رضا عنده رضا أنا ما شفتوش عند الناس كتير قوي 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 عندهم أكتر من اللي عندهم كتير إن شاء الله نجيبه معنا قريب ونشوف أحواله ويتعامل إزاي إن شاء الله تكون أحسن إحنا جبنا معنا النهاردة عشان نكرمه على وقفته جنب بلده زي وزي ملايين كتير جدا جدا رضين باللي بيحصل ورضين بالأحوال ورضين بالفقر ورضين بالتعب والجوع وكل حلمهم إن هما يكلوا لقم منظيفة ويربوا عيالهم تربية محترمة بايدة عن الشر ولاد الحرام بعد الفاصل هننتظر مشاركتكم معنا وتليفوناتكم على تويتر وعلى فيسبوك وعلى أرقامنا وقلت نعم ليه على الدستور وزي ما انتم مسافة الفاصل ترجمة نانسي قنقر